وسط أزمة دستورية تشهدها إسرائيل قالت جماعة مراقبة سياسية يطلق عليها الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل والتي تقف وراء طعن على القانون الجديد لإلغائه إن المحكمة العليا الإسرائيلية ستستمع في أيلول سبتمبر القادم إلى الدفوع المقدمة ضد عدم دعوة الحكومة لانعقاد لجنة اختيار القضاة واقترحت حكومة بن يمين التنياهو تعديلات قضائية من بينها زيادة عدد أعضاء اللجنة اختيار القضاة لمنح الحكومة نفوذا أكبر على اختيارهم فيما كان رئيس الوزراء قد علق مشروع قانون بهذا الشأن في آذار مارس الماضي واستحتجاجات نظمتها المعارضة ومن المقرر أن تبدأ المواجهة القانونية الخميسة المقبل عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للإتلاف تم التصديق عليه في آذار مارس الماضي ويحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه في سياق متصل دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة الإسرائيلية إلى الإصغاء إلى المحتجين الذين قال إنهم يتظاهرون دفعا عن الحريات الأساسية في وجه مشروع الإصلاح القضائي وفي إشارة إلى الالتماسات المعروضة على المحكمة العليا قال تورك إنه من الضروري منح المحكمة العليا مساحة للبت في الأسئلة المعروضة عليها وفقا للإجراءات القانونية السليمة بعيدا عن الضغط أو التدخل السياسي من جهته حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرسوغ الإسرائيليين عن الامتناع عن أي أعمال عنف في خلاف على خطط حكومية لتعديل النظام القضائي مع اعتزام المحتجين الخروج في مظاهرات جديدة وقال الرئيس الإسرائيلي على فيسبوك مستغلا توقف المظاهرات المناهضة والمؤيدة للتعديلات القضائية بمناسبة دينية في إسرائيل إنه يناشد الجميع للحفاظ على الحدود في الخلاف وتقبل الإجراءات المتخذة